الحديث الثالث الحديث الثالث ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا قال صاحب الكتاب اليتيم فأقام المرأة خلفنا قال صاحب الكتاب اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سلك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلهي والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونسألك اللهم علما نافع وقلبا خاشع ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل لازلنا في أكلام على الحديث الثاني حديث النعمان المشير رضي الله عنه طبعا الحديث الأول هو حديث أنس رضي الله عنه ناس بمالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة والحديث الثاني هو حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون الصفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى أكاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم تكلمنا عن الحديث الأول وعن الحديث الثاني عن جزء منه وجملة ما قلناه في الجلسة الماضية الحديث هو عن تسوية الصفوف في الصلاة أو كيفية وهيئة وقوف المصلين في الصلاة خلف إمامهم وهذا هو المراد الصفوف أو المراد كيف أو المراد بتسوية الصفوف وقلنا إن تسوية الصفوف الجمهور على الناس إنه سنة طبعا وهناك ما قال إنه واجب والقول بالوجوب قوي القول بالوجوب قوي ورسي ما جاء في حديث نعمان لا تسوون هذا أمر أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم مما يدل على أنه يترتب عليه عقوبة ويترتب عليه وهذا غالبا لا يكون إلا في الواجب لأن السنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاريكه كما هو معلوم وفتسوية الصفوف يقع أمر أمر يعني جدير بالعناية ولهذا بعض من المحققين يرون وجوب تسوية الصف وقلنا إن تسوية الصف أو تسوية الصف تجتمل عدة أمور أولها المحاذة بمعنى أن يقف المصلون الممومون يحذو بعضهم بعضا لا يتقدم أحد ولا يتأخر وهذه المحاذة تكون بالمناكب وبالأكعب وليس بأصابع القدمين لأن أصابع القدمين تختلف طول القدم بين رجل وآخر يختلف لكن حينما يلاحظ المأمومون مناكبهم مع بعض وكذلك أكعبهم هذه التسوية وإن كان ملاسقة الكعب للكعب قد لا تكون مطلوبة من كل أحد لأن بعض الناس لا يطيق الملامسة بعض الناس إذا مس جسده جسد آخر أو مس بشرته بشرة أخرى لا يتحمل عنده نوع من الحساسية وعنده من يعني عدم أن لا تتحمل وهذا لا شك أنه لو حصل قد يؤذي في الصلاة ويشغله عن الخشوع ويشغله عن التركيز لكن إن كان لا يتحسس فلا مانا فينبغي الملاثقة أما إذا كان فيه نوع من الحساسية فلا ينبغي مضايقته وإلا الأولى الحرص على تسوية الصف بهذه الطريقة بمعنى مساوى المناكب والأكعب الكعب يعني وكذلك أيضا من التسوية التراص بمعنى أن لا يوجدوا فرجا أن لا يوجدوا فرجا بمعنى أن يسدوا الخلل وهذا المطلوب لأن الخلل وجوده يكون فرج للشيطان كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كذلك أيضا من 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 تسوية الصفوف وإقامتها ما وإقامتها إكمال الصف إكمال الصف الأول فالأول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف قال يتمون الصف الأول فالأول فمن فمن تسوية الصفوف إكمال الصف ولهذا ينبغي للمصلين أن يلاحظوا هذا وهذا قد يوجد فيه بعد تساهل فتجده يبدأ بالصف الثاني والأول لم يكمل ما ينبغي هذا ينبغي أن يكمل الصف فإذا انتهى يبدأ بالصف الذي يليه كذلك أيضا من التسوية الصفوف التقارب بين الصفوف بين الصف الأول الصف الثاني يكون قريب من الصف الأول لا يكون بينهم فجوة طويلة إنما سفى بقدر ما يؤدي السجود هذا أيضا من تسوية الصفوف ولهذا أوردنا حديث الذي اخرج أحمد وأبو داود والصحاب الخزيم هو حديث يبين يعني كيفية يقف المصلون أو المأمون وهو في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر مرفوعة أقيموا صفوفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بين أيدي ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله هذا الحديث يجمع المراد بتسوية الصفوف فقال أقيموا صفكم يعني تكون مقامة محاذا منتظمة ليس فيها نتوآت ولا ميول ولا تقدم هذا ولا تأخر هذا وحاذوا بين المناكب لأن التسوية الدقيقة والتسوية التامة وإقامة الصف تكونوا بمحاذاة المناكب وسدوا الخلل بمعنى التقارب وأن لا يوجد فرجات ولينوا بأيدي إخوانكم وهذا تكلمنا عنه ونعيد التذكر به لأنه مهم جدا لينوا في أيدي إخوانكم بمعنى أن أخاك حينما يطلو منك تعديل الصف أو سد الفرجة أو المحاذاة ينبغي أن تستجيب ولا يكون في نفسك كبر أو تمنع أو إظهار الشمئزاز وهذا مع الأسف أنه أحيانا قد يحصل في بعض الناس يتضايق حينما حينما تطلو منه أن يعني يسد فرجة أو أن يكم الصف الأول أو أو تدعوه ليتم الصف قد يكون عنده نوع من التمنع هذا لا ينبغي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا في أيدي إخوانكم وفي المقابل نبهنا أيضا أن أخاك إذا لم يعني يظهر من السجابة لا يكون في صدرك حرج يعني إن كان أخطأ فلا تخطأ وهذا ينبغي أن يتنبلها بكل مسلم سواء في الصف أو في غيرها يعني أحيانا بالفعل قد تطلب من أخيك شيئا ثم يظهر نوع من الثقل في الإجابة أو نوع أو التردد أو نوع من ظهور على المرتياح هو ما كان ينبغي له ذلك لكن أيضا أنت لا يخرج منك أو لا يصل منك ردة فعل مثله فإذن إذن يعني كما أنه مخاطب في أن يلينا في يد أخي أنت مخاطب كذلك في أن تلينا في يد أخيك فهذا يا أخواني دقيق جدا في مسألة الأخلاق لا شك أن كل إنسان يحب أن يكون على مستوى عالم الخلق لكن الغالب أن الإنسان لا يرى إلا نقص أخيه ولا يرى نقصه فما تراه من أخيك من عيب تفقد نفسك هل هو فيك أو لا وهذا قليل ما ينتبه له المسلم يعني كما تنتقد إخوانك في من تقدت فيه إما من غلظة وإما من تمنع وإما من إشمئزاز أو من عدم استجابة أنت تجنب هذا وارجع وارجع على نفسك في المحاسبة فحينا يقول لينوا في أيدي خوانكم يعني ليلن بعضكم في يدي بعض أما ما حديث النعمان والذي نحن بصدده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم وفي بعض الرواية أو بين قلوبكم وهذا شيء عظيم وخطير و وارد لأنه إذا حصل تمنع في الظاهر غالب ينعكس على القلوب إذا حصل نفرة خارجية أو نفرة في الأجساد تنعكس على نفرة في القلوب ولهذا قال لتسون صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم وهذا خطير وشديد ولهذا بعض الرواية قال يجب تسويت الصف لأنه ترتب عليه هذا الأثر العظيم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم طبعا وجوهكم قد الظاهر أنه الوجه لا كالمراد التوجه والمراد القلوب لأن اختلاف الوجه انعكاس للاختلاف القلب ولهذا ينبغي المسلمين أن يتلاشوا ويتلافوا هذا هذه المنقصات وهذه التي فعلا تؤثر على القلوب اجتربوها ليس في الصلاة فقط ولكن في شأنكم كله في الأسواق في البيوت في المدارس في المكاتب في أسفار في السفر في السيارات في المراكب في كل تجمعات في جميع التجمعات احرص على أن تلين في ذي إخوانك وعلى أن قدر الإمكان أن تجترب ما يثير الاستفزاز أو يثير تغير الوجوه أو تغير القلوب قال وليس المنق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح هذا يدل على شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف يعني كان دقيق وكان متابع لتستوي الصفوف وكأنه يسوي القداح القداح هي سهام الخشب التي يرمى بها النبل وهي لا تكون دقيقة ولا تكون مصيبة تصيب الهدف إلا إذا أحسن بريوها وكانت الدقة في صناعتها والدقة في نجارتها والدقة في تهذيبها فالصحاب رضي الله عن الراوي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح يعني كأنه لدقة عنايته وحرصه على أن نكون منتظمين وعن نكون دقيقين في وقوفنا وفي اعتدالنا في الصف كان يسوي السهام والسهام عادة لا تكون يعني ناجحة ولا ناجعة إلا حينما تكون دقيقة في بريها ودقيقة في تسويها ومساواتها مساوية بدقة مما يدل على شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف ثم قال حتى إذا رأى أن قد عقلنا يعني في بعض المرات يقول لما رآنا قد استوينا وعقلنا بمعنى فقهنا واستجبنا يعني في مرة من المرات كما يقول راوي كان يسوينا كما يسوي القداح لكن مرة لما رآنا قد عقلنا وانتظمنا ظهر واحد قال ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر وطبعا لا يكبر إلا إذا رأى أن قد عقلنا إذا رأى أن انتظمنا واستوى صفوفنا وتساوت حين يكبر في مرة يقول سوانا هكذا واشتاد في إقامتنا وتسوية صفوفنا قال ثم خرج يوما حتى أكاد أن يكبر يعني خلص استوينا فرأى رجلا باديا صدره يعني برز قليلا فقال عباد الله بما يدل على الدقة في المتابعة وعلى عدم التساهل حتى ولو كان واحد ولو كان واحد فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخلف أن الله بين وجوهكم وجاء تحديث كثيرة في تسجيل الصف من أنه كان بنفسه يمر عليهم ويقدم هذا حتى أنه مرة يعني كان وكان ما حيق لكم معه عصى قصير ويعدل به فكان مرة يعني عدل أحد البارزين فكأنه أوجعه فقال رسول الله أوجعتني أو شيء فقال النبي اقتص فأظهر النبي له سرته لي اقتص منه فقبلها ما يدل الرسول يعني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بتسجيل الصوف ليس الإيذاء وليس النقد وإنه مرض الاعتدال لكنه مرة قد يكون يعني في العصر الذي معه قد يكون يعني إما أنه يكون فعلا زاد في الأثر الضرب أو أن الصحابي أراد فعلا أن تحصل له هذه القربة وهو أن يقبل سرة النبي صلى الله عليه وسلم حيانا قد يكون يعني يتعمد إظهار التألم من أجل أن يحظى باحتضان النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر وحين رسول سلم كان يوكل من يتفقد الصفوف قبل التكبير قبل التكبير فكان عمر يبعث رجالا أو يرسل رسالا رجالا من أجل أن يقيم الصفوف قبل أن يكبر فإذا أخبروه أن الصفوف قد انتظمت حينئذ كبر مما يدل على ما ينبغي من العناية بتسويس الصفوف ولهذا اجتهدوا حفظكم الله بتسويس الصفوف ولا تتبرموا وليعن بعضكم بعضا وتعاونوا واستجيبوا ولينوا في أيدي إخوانكم فقال عباد الله لا تسوينا صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم وبمعنى كما في الرواعي قلوبكم أو توجهاتكم لأن لأن بالمخالفة وتحصل نفرة واختلاف القلوب والنفوس والتباغض وهذا ظاهر في تصرفات الناس وسلوكياتهم إذا حصل أي نوع من مخالفة غالبا ينعكس على القلب وينعكس على الوجوه وينعكس على فاجتهدوا أن تبتعدوا عن هذا واجتهدوا أن لا يعني يقع منكم هذا نحو إخوانكم و فيه فائدة لطيفة يقول أهب بن ملقه على هذا الحديث يقول فيه أنه لا ينبغي إهمال المخالف ولو حصل الامتثال من الجميع بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم انتظف صفوف تماما بقي واحد لكن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهمل هذا الوحد نبه عليه وقال لما رأاه بادئا صدره قال لا تسألوا صفوفكم ولهذا قال ينبغي أنه لا ينبغي إهمال المخالف ولو انتظم الجميع طبعا هذا يكون بالحكمة يا أخواني اجتماع الكلمة هو من أهم ما تحرصون عليه أحيانا بالفعل قد يبرز واحد في الصف وقد ينبه الإمام أو ينبه جاره ثم لا يستجيب إما لغلظ فيه أو لغفلة أو لأنه في عنده ما يضايقه إما من بيته ومن الصدقاء وله البعض لا يكون كما يقال حشري إذا حصل هذا لا ينبغي للإخوانه وحتى للإمام أن يغلظ عليه ينبهه ويطلب منه لأن الحفاظ على النفوس وعلى القلوب أهم الحفاظ على الاجتماع الكلمة أهم لو تأملتم قصة موسى وهارون عليه السلام موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه أربعين يوما وقال يا أخي هارون أخلفني في قام واصله ولا تتبع سبع المسدين خلفه لكن جاء السامري باظا لهم فعبدوا الأجر قضية كبيرة خروج من الله هارون نصحهم ولقد قالهم هارون من قبل يا قومي إنما فوتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وعطي عملي لكن بس جاءوا فالإسرائيل فيهم عنف وغلضوا فيهم صلى الله عليه وسلم طريبا وما العنون صلى الله عليه وسلم وعين الذين يكفروا من بني سعى سيد داود وعيس وعيس بن ريب المهم نصحهم ونبههم وقال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وعطي عملي فلما جاء موسى وراهم قد عبدوا العجل أخذ برأس أخيه وموسى عليه السلام في حدة موسى عليه السلام في حدة وغضب غضبا ناسفا وقال من من شدة الغضب قال يا هارون لما أخذ برأس فيه يجره إليه قال هارون لا تأخذ بالإحياتي ولا برأس قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعص عملي مع أنه قال أصلح وأخذ في قومي وأصلح وأوصاه هارون بدل جهده لكن ما استجاب فقال هارون مبيلا المنهج قال لا تأخذ بالإحياتي ولا بعصي قال يا ابن أم لا تأخذ بالإحياتي طبعا خطاب رفيق موسى غضب وهارون يعني أخذه برفق وقال يا ابن أم طبعا ذكر الصلة والعلاقة تهدئ وتمتص شيئا من الغضب قال يا ابن أم لا تأخذ بالإحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين أم إسرائيل فهارون جمع الكلمة عنده واجتماعهم وعلى تغرقهم كان هو المقدم عنده حتى إذا جيت أنت تنظر فيهم لأنه لو يعلم أنه نصحهم وقال لهم لكنه ما استمر في التغريض خشية أو في الإنكار خشية أن يتفرقوا إني خشيت أن تقول فرقت بين ولم ترقب قولي يعني كأني ما ما أخذت بكلامك حينما قلت لي أصلح لأنه قال له أصلح أخلث في قومي وأصلح يقول أخشى لو هذا لحصل لتنتيجة عكسية ولم أكن استجبت لقولك أصلح فالإصلاح في جمع الكلمة مع أن القضية قد يتعقيدها وقضية عبادة عجل فتوجه موسى إلى السامري لأخير قال هو مخطوك يا سامري لأخير المقصود أن الإنسان ينكر ويجتهد لكن إذا حصل فرقة لا لأن جمع القلوب أو كسب القلوب مقدم على كسب المواقف وهذه قضية كبيرة كسب القلوب مقدم على كسب المواقف بمعنى لما يحصل بينك وبين أخيك مناقشة أو حوار أو جدال احرص على القلب قبل أن تعرص على أن تنتصر لا تكسب موقف تكسب أخاك وهذه لو أخذ بها طلب العلم كثيرا لما حصل ما يحصل من نفر أحيانا ومن خلافات المقصود المقصود أنه تسوى الصفوف ويلين المسلم في يد أخيه ولكن إذا حصل نوع من الجفاء تتراجع دعه قد يكون له ظرف من كما قلنا مشكلة بيتية مشكلة مع زميله مشكلة في السوق أحد تجاوز عليه قد يكون فقد شيئا قد يكون خسر شيئا فقد نقودا فقد كذا عنده مريض عنده مشكلة فينبغي أن تقدم العذر له أن تنبهت وقمت بما عليك لكن قضية أن يستجيب هذا ليس إليك إنما عليك النصح وعليك البيان وعليك التنبيه ولا يكون في صدق حرج نحو أخيك وهذا حديث أنس في المركز الله عنه قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال نس فقمت إلا حصر لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم صرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به يعني بأنس وبأمه قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا قال لنصنف اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة هذا حديث أنس أن جدته مليكة العلماء وقفوا عند الضمير في قوله جدته قالوا إن الضمير لا يعود إلى أنس إنما يعود إلى الراوي الذي قبل أنس وهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلح ابن أخي أنس ابن أخي أنس يعني أنس عمه وهي أم أبيه جدت جدت إسحاق قال قال العلماء الشراح كان ينبغي المصنف أن يذكر إسحاق حتى يعود أن ضمير عليه وليس إلى أنس وهناك من قال لا إنها جدت 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 أنس من جهة أمه وجدت إسحاق من جهة أبيه فإذا كان صحة صحة النسبة على كل حل هذا نبهنا عليه من أجل يعني طلبة العلم أن جدته مليكة مليكة بضم الميم مليكة بضم الميم ورؤية مليكة لكنها أصح أنها بضم مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه أولا هذا من توضعه صلى الله عليه وسلم إمرأة تدعوه إلى طعام ويستجيب عليه الصلاة والسلام ثم قال قوموا فلأصلي لكم بعدما أكلوا وقال أصلي طبعا صلتنافلة وقد يكون ليعلمهم أو أيضا ينالوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم في إمامتي وفي دعائه إلى آخره فلأصلي لكم قال أنس رأي الحديث وهو طبعا هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين قال فقمت إلى حصير الحصير غالب منكم الخوص من الخوص النخل ويعملونه وهذا موجود الآن أنه على الخوص موجود فهو حصير فقمت إلى حصير لنا قد يسود من طول ما لبس طبعا هذا يعكس حال الصحابة كانوا على فقر طبعا كما معلوم أغلبهم كانوا فقر وكان حالهم يعني يسيرة جدا وهذا الحصير بقي عندهم طويلا حتى سود من طول ما لبس يعني ما استعمل لبس بمعنى استعمل وأنا رأيت عندكم في النسخة التي فيها شرح الشيخ عبدالله البسام رحمه الله من طول ما لبس ولا لا عندكم بالثاء لكن اللي يبدو نبسين بتعرض اللبث بعن اللبث من طول اللبث من طول البقاء وهنا لبس بمعنى افترش استعمل ويطلق على الافتراش لبس يطلق على الافتراش لبس ولو راجعتمها هل 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 وردت بالثاء راجعوا روايات الحديث اذا كان بالثاء لكن اكثر الشرح على السين بالسين لكن كما قلت النسخة التي فيها الشيخ عبدالله البسام بالثاء ولبث ولكن اكثر الشرح بالسين ولم يتعقبوها ولم يذكروا الرواية الاخرى ولهذا لعلكم ان تنظروا في الموضوع فقد يكون خطأ الطباعي في النسخة وقد يكون رواية لأن اللبث واللبس بمعنى واحد اللبث واللبث المراد واحد قد يسود من طول ما لبس لبس بمعنى فتوريشة من طول ما السعمل قال فنضحته بماء يعني لأنه سود من السعمال غسله بالماء والنطع غالبا قد يكون رش والحصير إذا رش غالبا يتساقط يذهب ما فيه من يعني آثار السعمال ويبقى يعني يذهب ما يذهب بالنظح ويبقى نظيفا فنضحته بماء وغالبا النظح أقل من الغسل غالبا وقد يطلق على الغسل لكن النظح غالب الرش الغالب أنه الرش من غير دعك ومن غير دلك هذا الغالب في النظح وقد كما قلنا يطلق على الغسل كامل وقد يطلق على الغسل كامل قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه وضعه للنبي صلى الله عشان يقف عليه ولا يباشر الأرض في الصلاة وصففت هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد يقول وصففت أنا واليتيم اليتيم قال الشارح المصنف أنه هو ضميرة جد حسين بن عبد الله وهذا أيضا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مولى لنبي صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفه بمعنى أنه الرسول في المقدمة خلفه أنس والصبي وخلفهم العجوز طبعا العجوز هذه أمه أم سليم قال العجوز أن أمه وهذا يدلع أنه لا مانع أن يطلق على مرض العجوز إلا إذا كانت تشميز أو تكل ما ينبقى إطلاقها عليها وهو أراده بمعنى أنها كبيرة أنها كبيرة وهي أم سليم كما قلنا أم أنس مالك وأختها أم حرام وفي بعض رواية أنه صلى أن أمه وخالته كانت موجودتين وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم المقصد المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى خلفه أنس وهو كبير وليس كبير جداً لأنه شاب يعني كان لأنه أتت به أمه صغير وقالت هذا أخوة ديموكا أنيس وجعلته يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر أنس عمر كثيراً طويلاً المقصود أنه أنس كان رجلاً يعني قد بلغ واليتيم لا يقال يتيم إلا لمن كان لم يبلغ فلما قال يتيم عرفنا أنه لم يبلغ وهذا ينبغي أن يعلم يعني بعض الناس يعني يستمر يقول يتيم وهو عمر سبعين سنة يقال يتيم وهذا كثير معلسف في الرجال وفي النساء أنا يتيم و أنا يتيمة هو عمر في السبعين فاليتيم لا لا يسمى يتيم إلا لمن كان دون خمسة عشر سنة إذا وصل خمسة عشر سنة لا يسمى يتيم أو بلغ بالاحتلام لا يسمى يتيم والمرة إذا بلغت بالحيض لا يسمى يتيم ولو كان عمرها 12 سنة وهذا ينبغي أن يعلم فاليتيم هو من لم يبلغ من فقد آباه أو أمه وقد يفقد أحد فهو يسمى يتيم ولطيم لهم أسماء لكن عموما كلها يتيم كلها يسمى يتيم فالمقصود أن اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ قال صففت أنا واليتيم فكانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على صحة الإثمان بالصبي والعجوز من ورائهم بمعنى أن صفوف النساء تكون خلف الرجال فأولا الإمام ثم الصف صفوف الرجال ثم صفوف النساء والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم صرف يدل هذا أولا على تواضع النبي صلى الله وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعجاب الدعوة وصلى بهم وصلى لهم وعلمهم وأيضا يدل على صحة أن يصلي المصلي وهو ينوي التعليم بمعنى مثلا تصلي في بيتك ويصلي خلفك أبنائك وزوجتك وأنت تريد أن تعلمهم تعلم الصلاة تعلم الترويح تعلمهم أن لا نشيا فتصلي وأنت ناوي تعلمهم فلا تؤثر نية التعليم على نية العبادة وصحتها لو نوى بصلاته مع النافلة والقربة لله عز وجل نوى أن يعلم أولاده صغار قالت علي أولاد وأنا أصلي يشوفوا كيف أصلي يصلي معي فيصلي بهم وقد رفع صوته وقد رفع تسبيحات يرفع القراءة حتى يعلمهم فلا مانع وتكون نافلة ويؤجر عليها مع أنه نوى أن يعلمهم ولمسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه هذه الرواية ليس فيها اليتيم يعني واحد بس قال فأقامني عن يمينه فدل على أنه إذا كان المأموم واحد لا يكون خلفه إذا كان رجلا أو ذكرا إنما يكون على يمينه والمرأة خلفه فقال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بيت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه هذا حديث الرابع والحديث الأخير في باب الصفوف قال عن عباس رضي الله عنهما قال بيت عند خالتي ميمونة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس أمه أم الفضل أمه أم الفضل وهي أخت ميمونة بنت الحارث فيقول بيت عند خالتي ميمونة البيتوتة تكون في الليل تكون في الليل وهو حصول الأمر في الليل ولو يشترط في البيتوتة النوم الله عز وجل في عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً فسمهم بايتين مع أنهم لم يناموا إنما قطعوا الليل سجداً وقياماً وتسبيحاً إلى آخره فمن كان في الليل فهو بأت سأنام أولاً ولهذا في ميناء المبيت في ميناء لا يشترط فيه النوم يسطق عن إنسان مادام أنه باقي في ميناء في الليل فقد بأت في ميناء وإن لم ينم وإن لم ينم فالبيتوتة هي البقاء في الليل سواء حصل نوم أو لم يحصل فابن عباس يقول بدت أن دخالت ميمونه بمعنى قد يكون نام أو لم ينم طبعاً أول أبن عباس كما تعلمون ذكي جداً وحريص على العلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان حبر الأمة وكان آية في العلم وهو أيضاً في هذا السن كان صغيراً توفي النبي صلى الله عليه وسلم هل لا يزال الغلام يعني نهز الاحتلام أو قارب سنة 13 14 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ما يقارب 14 13 سنة ومع هذا جاء هنا ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على حرصه وكائه فقال بيت عند خالتي ميمونة أيضاً قال العلماء لا مانع من البيت البيتوتة عند المحارم طبعاً هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبات عندها وهي عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء قال العلماء إذا كان الزوجي أذن وسمح ولما ينبغي أنه أن يبات وهو لم أذن أول حق وهو شيء الثاني الأدب لكن إذا أذن ما فيش كان المحارم لأن الميمون خالته ليست أجنبية منه بل هي خالته قال بيت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل طبعاً رسول كما تعلمون هو يصلي حتى تفطرت قدمه وكان حريصاً فقال أفلا كنو عبد الشكور والله قال له قم الليلة إلا قليلاً فقال إن ربك أعلم أنك تقوم أدم ثلثة الليل ونصفة وثلثة قال بيت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فقمت عن يساره هذا حرص من عباس من حرصه أنه راقباً راقباً ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى به فلما راه قام قام معه قال فقمت عن يساره وهذا هو الشاهد فأخذ أخذ برأسي فأقامني عن يمينه بمعنى أن المأموم المنفرد مع الإمام يكون عن يمينه هو أبن عباس طبعاً الغلام فقام من يساره فأخذ برأسه وغالباً أتى به من الخلف ما أتى به من الأمام غالباً أنه يعني أخذ برأسه وأتى به من خلفه وجعله يصف عن يمينه فقامني عن يمينه طبعاً هذا الحديث فيه فوايد كثيرة منها أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام يكون عن يمين الإمام أو اثنين حتى ولو صف ثلاثة عن يمين ما فيشكال ولو صف ثلاثة عن يمين ما فيشكال والأولاء يكونوا خلفه بل حتى لو صفوا عن يمين وساره وكان الإمام في الوسط فلا يشكال لو صف الإمام في الوسط وصاروا عن يمين وشم وإيساره فلا يشكال ولكن الأولاء يكونوا تقدم وهم في الخلف لكن لو فعلوا هذا فصلاتهم صحيحة المقصود أنه المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام محاذياً له يعني لا يتقدم ولا تأخر وهذا هو الذي عليه الجمهور وعظوا لما يقول لا الشافعية يقول يتقدم الإمام يتقدم قليلاً يتقدم قليلاً ويبدو الأمر في هذا واسع إن شاء الله ومن ومن فوائده جواز الانتقال من نية الإفراد المفرد إلى نية الإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منفرداً يعني شرع في الصلاة منفرداً لم لم ينوي الإمامة إنما جاء فيما بعد عبد الله بن عباس وصف عن يساره فأخذ عن يمينه ولم يغير النية ولم يعد تكبير الحرام مما يدل على أنه للإنسان ينتقل من نية الإفراد إلى الإمامة وإن لم ينويها من قبل وهذا دليل ظاهر جداً كذلك أيضاً ومرة معنا في الحديث الأول في تحويل القبلة وهنا أن الحركة لمصلحة الصلاة لا تضر فأولاً النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وأخذ برأسه ابن عباس وابن عباس تحرك وانتقل كل هذا حركة لم تؤثر على صحة الصلاة فالحركات التي من مصلحة الصلاة لا تضر وينبغي أن لا تكثل لكن لو كثرت لا تضر مدام أنها من مصلحة الصلاة أيضاً تدل على مشروعية صلاة الجماعة نافلة فلو أنك صليت بأهلك الضحى جماعة أو في الليل جماعة فالحفة لا إشكال مع زوجتك وبناتك وأولادك وصليت أو خلت جعلت ابنك صلي بكم إذا كان أفقع منك أو كان يحفظ القرآن أو كان يحفظ أكثر منك ورغبت أن يصلي فصلا بكم لا إشكال إلا أنكم لا تتخذون لا تتخذوا هذا عادة بمعنى في بعض الأحيان في بعض الأحيان إلا ما كان جماعة كالتراويح مثلاً أو السسقة أو الأشياء النافلة المنتظمة هذه المنتظمة دائماً مستمر إذا كما قلنا حرص بن عباس رضي الله عنه على العلم وعلى التأسي وعلى الاقتداء ما عند الطفل أو الصغير يحب النوم في من هو في سنه النوم حبي له فذهب إلى بيت خالته ليرقب النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا يفعل وهذا دعو على حرص رضي الله عنه وفعلاً حصل حتى قيل له بما حصلت العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول فكان لا يتحرج بالسؤال وكان عنده عقل أي عقل ما هو مثل غربال في المام مليان تشيله ما في شيء لا هو كان يمسك فيقول بلسان سؤول وقلب عقول ولهذا هو البحر إذا قيد البحر فهو العباس والحبر حبر الأمة وبحر الأمة فهذا يدل على حرصه رضي الله عنه مع أنه صغير والنوم كما يفتلون يحبه يعني وخاصة في الليل وخاصة الشباب نومهم يحبون النوم ونومهم ثقيل أيضاً أيضاً من لطيف ما قال علماء أنه يصح مقوف المأموم عن يسار الإمام يعني هذا الحديث يدل على صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام وهذا ولعني الجمهور الإمام أحمد يقول لا ماذا بأحمد وفي روايان يصح أنه لو صلى عن يسار أنها لا تصح أو عن يمينه لكن هذا يدل ما وجه الدلالة صحة الوقوف على يسار من هذا الحديث ما وشه أحسنت نعم لأنه لم يأمره بالإعادة وإنما أكمل مما يدل أن البداية صحيحة فهو صلاة صحية لأنه لو كان ما صح كان أمره بالإعادة أو أمره بالاستئناف لكنه استمر على إحرامه الأول هذا ما يمكن أن يقار في هذا المقام والله أعلم وصلى الله على محمد وعليه وصحبه يوسف